لا أحد يمكنه إنكر أن كأس العالم قطر 2022 أعطانا كل شيء من أهداف ونهايات درامية لأساطير كروية وجدل واسع حول الكثير من القضايا العالمية لنظريات مؤامرة ومضايقات هذا بالإضافة إلى الكثير والكثير من الأرقام القياسية التي يتم تحطيمها في كل مباراة وهو من نريد التركيز عليه اليوم في الحقيقة تم تحطيم عددا لا بأس به من الأرقام القياسية في قطر وهذه عشرة منها هز كريستيانو رونالدو أشبك مرة وحدة فقط في هذه البطولة لكن هذا الهدف سجل في التاريخ لأنه عندما سجل رقلة الجزاء التي فاز بها فريقه في مباراة البرتغال الافتاحية ضد غانا أصبح الرجل الوحيد في تاريخ كأس العالم الذي سجل في خمس بطولات عالم مختلفة بعد تسجيله في ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018 وهو إنجاز قد يصعب تخطيه لفترة من الزمن عندما اختير ميسي رجل المباراة في دور 16 ضد أستراليا أصبح اللاعب الوحيد الحاصل على أكبر عدد من جوائز رجل المباراة في تاريخ كأس العالم لكنه لم يكن راضيا عن ذلك فواصل توسيع هذا الرقم القياسي إنه ليس فقط اللاعب الحاصل على أكبر عدد من جوائز رجل المباراة على الإطلاق إنه كذلك اللاعب الحاصل على أكبر عدد من جوائز رجل المباراة في نسخة واحدة من كأس العالم يا له من رجل لأول مرة في تاريخ كأس العالم استخدم فريق جميع لاعبيه البالغ عددهم 26 لاعبا في بطولة واحدة حيث حققت البرازيل هذا الإنجاز المذهل بعد أن اختارت تشكيلة مختلفة تماما في دور المجموعات ضد الكاميرون ثم أشرق الحارس الثالث ضد كوريا الجنوبية في دور 16 لاستكمال المجموعة استخدمت هولندا أيضا كل لاعب في فريقها في كأس العالم 2014 لكن في ذلك الوقت كان حجم الفريق 23 فقط ولهذا السبب يعد هذا رقما قياسيا جديدا في دور 16 ضد بولندا سجلت جيرو هدفا ليصبح الهدف التاريخي للمنتخب الفرنسي متجاوزا تيري هنري كان هذا الهدف ضد بولندا وهو الثاني والخمسين لجيرو في 117 مباراة بينما سجل تيري هنري 51 هدفا في 123 مباراة وهذا إنجاز رائع لجيرو وتحسنا كبير مقارنة بما قدمه في روسيا حيث فشل في التسجيل أو حتى التسديد على المرمى على أي حال ما زال أوليفر جيرو مستمرا في توسيع سجله كأفضل هدف ويبدو أنه يريد أبعد من ذلك قبل أن يعتزل كرة القدم كانت تلك المباراة بين فرنسا وبولندا في دور 16 مليئة بالأرقام القياسية فبعد أن كتب جيرو اسمه في تاريخ فرنسا سطر من باب اسمه في تاريخ كأس العالم بعد هدفيه الذين أسهم في الفوز واحد لثلاثة حيث جعله اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في كأس العالم قبل أن يبلغ من العمر 24 عاما متجاوزا بلي العظيم لقد أثبت نفسه قبل سن الرابعة والعشرين كواحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ كأس العالم عندما قلنا أن قطر أعطتنا الكثير كنا نعني ذلك حقا فلأول مرة في تاريخ كأس العالم رأينا فريقا إفريقيا يصنع كل شيء ويصل إلى النصف النهائي لقد حقق المغرب هذا الإنجاز المذهل عندما هزم برتغال بهدف وحيد في مباراة الربع النهائي لقد كانت بالتأكيد خطوة إلى الأمام لقارة إفريقيا بعد الكاميرون والسينيجال وغانا الذين سبق لهم أن وصلوا إلى ربع نهائي المسابقة وهذا أيضا مكساب للعالم العربي حيث أن المغرب هو أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم أعطتنا قطر التنوع أيضا بعد أن رأينا ولأول مرة على الإطلاق فريقا من تحكيم من الإناث فقط يديرون مباراة كرة القدم للرجال في كأس العالم وهذا ما حدث في مباراة دور المجموعات بين ألمانيا وكوستاريكا حيث قامت الفرنسية ستيفاني فرابارت بتحكيم المباراة لتصبح أول إمرأة تتولى مسئولية مباراة في كأس العالم للرجال وبرفقتها نويزا باك البرازيلية والمكسيكية كارين دياز وسليمة من رواندا وموك سانجا ويوشيمي ياماشيتا الياباني وكاثرين نيبسيت من الولايات المتحدة يمكن القول أننا لم نرى قط استحواذا في مباراة لكرة القدم كما رأينا في قطر ففي المباراة الافتداحية لإسبانيا في البطولة ضد كوستاريكا لم يكتفوا بأن يبتعدوا عن الخصم بالأهداف لكنهم قاموا بتحقيق رقم قياسي في الاستحواذ حيث كان لدى إسبانيا نسبة استحواذ بلغت 82% كما قاموا ب1045 تمررة خلال المباراة وكانت تلك هي المرة الأولى على الإطلاق التي يمرر فيها فريق أكثر من ألف تمررة في مباراة واحدة في كأس العالم فازت اليابان على إسبانيا في دور المجموعات بكأس العالم لتضمن صدرات مجموعاتها وكان ذلك أحد أكبر المفاجآت في هذه البطولة ولكن ما جعلها مفاجآة أكبر هو أن إسبانيا كانت تسيطر بشكل كامل على المباراة ولكن دون فائدة بلغت نسبة استحواذ اليابان في ترك المباراة 17.7% فقط ولكنهم استفادوا منها على أفضل وجه لقد فازوا في ترك المباراة على الرغم من الرقم القياسي لإسبانيا الذي حقق 1058 تمررة وأصبح الفريق الذي يفوز بمباراة في كأس العالم مع أقل رقم استحواذ على الإطلاق أقامت قطر بطولة جيدة ليستمتع بها العالم لكنهم لم يتمكنوا من إمتاع أنفسهم بها لقد أصبحوا أول دولة عربية تستضيف نهائية كأس العالم ومع ذلك في أولى مبارااتهم ضد الأكوادور أصبحت أول دولة مضيفة على الإطلاق تخسر المباراة الافتتاحية من البطولة ليواصلوا خسارة مبارااتهم الأخرى أمام السنغال وهولندا أيضا لتصبح الدولة المضيفة الوحيدة التي خرجت من البطولة التي تستضيفها دون الحصول على أي نقاط إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متى عقلك عبر رابط الفان لايك في الوصف أسفل الفيديو ترجمة نانسي قنقر